في مرمى نيران الجيش الوطني الليبي مخازن آليات ووقود في معسكر النقلية تابعة لميليشيات داعمة لحكومة الوفاق الليبية شعبة الإعلام الحربي بثت هجوما نفذته سرية مدفعية الهون في اللواء 73 وقالت إن خسائر كبيرة في العتاد والأرواح لحقت بالميليشيات خسائر تلاحق الميليشيات تحت ضغط قوات الجيش الوطني وتقدمه على عدة محاور خصوصا في محور عينزار جنوب شرق طرابلس وسيطرته على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق في منطقة الأبيار إضافة إلى تجدد لاشتباكات في المحور القريب من طريق المطار جنوبا والإعلان عن إصابة أحد خزنات الوقود الرئيسية هناك أما في منطقة وادي الربيع وقعت اشتباكات بين الجيش والميليشيات المسلحة جنوب شرق طرابلس في منطقة مثلث العميد تقدم عسكري للجيش الوطني يقابله تناحر بين كتائب تابعة لحكومة الوفاق الأمر الذي يعكس حجم الخلافة الداخلية فيما بينها ترجمة نانسي قنقر